السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبات وطالبات الصف الخامس اهلا بكم مرة تانية مع الدرس التاني في الوحدة الرابعة وده الجزء التاني شكل ما قلنا اللي بيتكلم عن climate change climate change حبيبي اللي هو تغير المناخ المفروض ان انا في الدرس ده بعرف ايه هي اسباب التغير في المناخ وكمان ايه هي الاصار اللي احنا بنشوفها نتيجة التغير في المناخ تعالوا يلا نبتدي بالكلمات بتاعتنا بس قبل بنبتدي يلا لما كنتش تركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله تعالوا يلا بينا نشوف الكلمات اللي هو مدهالي اول كلمة كلمة green house gases green house gases gases green house gases ودي غزات الاحتباس الحراري شكل ما احنا عارفين يا حبيبي ان الغزات دي بتعمل حوالين الارض شكل بالزبط الصوبة اللي بتمنع الاشعة الضرن هي تنتشر في الجو تاني عشان كده سموها green house gases green house gases اللي بعدها كلمة green house green house green house معناها صوبة زجاجية climate change climate change climate change climate change climate change تغيروا المناخ temperature 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 معناها درجة الحرارة effect 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 حبابي معنى تأثير atmosphere 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 معنى الغلاف الجوي weather 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 حبابي معنى تقص water vapor water vapor water vapor بمعنى بخار الماء أنا نشوف يلا الاكسترا vocabulary اللي هو من دهالي اول كلمة كلمة warmer warmer يعني اكثر دفئا suitable suitable بمعنى مناسب transportation 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 بمعنى وسائل المواصلات period 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 بمعنى فترة methane 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 يعني غاز الميثان rain 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 يعني مطر blanked 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 يعني بطانية problem 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 بمعنى مشكلة natural natural بمعنى طبيعي normal 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 بمعنى عادي planet 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 بمعنى كوكب scientist 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 بمعنى عادي factories 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 بمعنى مصانع process 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 بمعنى عملية carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide بمعنى غسة نقصيد الكربون sea level sea level sea level sea level معنى مستوى البحر result 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 بمعنى نتيجة worried 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 بمعنى قلق tropical 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 بمعنى استوائي earth 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 بمعنى كوكب الأرض live stock farming live stock farming live stock farming live stock farming معنى تربية المويش تعالوا يا الله حبابي نشوف الأفعال اللي هو مدهالي سواء regular منتظم أو irregular يعني غير منتظم تعالوا نشوف الأول regular verbs اللي هي الأفعال المنتظمة vibe describe describe described change 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 happen happen happened happened cause cause caused caused produce produce produced produced stay stayed stay stayed die died died explain explain explained reach reached 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 تعالوا نشوف الـ irregular verbs دايتنا get got get got say said say طبعا حبابي دايتنا طبعا مش said هي said said say said make made make made build built built lose lost lose lost rise rise rose rose rise rose rose become become became became feel feel felt felt let 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 نو 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 مين مين منت منت كيب 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 تعال حباب يولا نشوف اهم الـ expressions والـ prepositions اللهم من دهالي بيقولي يعني على مدى فترة طويلة من الزمن 100 years ago يعني منذ مئة عام go up يعني صد وارتفع over the past 20 years يعني على مدار الـ 20 عام الأخيرة around the earth يعني حول الأرض keep more of heat keep more of heat keep more of heat يعني أحبز الكثير من الحرارة it's like it's like يعني مثنا come back to come back to يعني يعود إلى what's the matter what's the matter it means what's the problem what's the problem يعني ما الأمر أو ما المشكلة تعالوا يلا على أول كوز معنا ودي بيدهلنا على حفظي للكلمة عندنا temperature يعني درجة الحرارة عندنا كلمة keep يعني يحفظ عندنا كلمة climate يعني مناخ عندنا كلمة rain يعني مطر أول جملة معنا بقولي if if حبيبي معناها لو أو إذا فبقولي if there isn't enough our crops can't grow طبعا لو مفيش إيه كفاية المحاصيل مش هتقدر تنمو هتقولي if there isn't enough rain rain حبيبي بمعنى مطر طيب in hot weather يعني في الطقس الحار that gets very high إيه اللي بيعلى جدا هتقولي temperature temperature حبيبي اللي هي درجة الحرارة تاني temperature اللي هي درجة الحرارة طب نمبر ثري بولي the problem of a change is very dangerous طبعا مشكلة تغير الإيه خطيرة جدا هتقولي تغير المناخ يبقى على طول هتقول climate تاني climate اللي هو المناخ يبقى the problem of climate change is very dangerous تعالوا مع بعض يلا نقرى الملاحظة اللي هو من النهالي دي بيقولي the green house effect is a process and which green house gases stop the sun's heat from going from earth to space and raises the earth's temperature اه حبيبي بيقولي ان تأثير الصوبة ايه تأثير الصوبة دي؟ حبيبي القرى الارضية دي اللي احنا عايشين فيها الغازات والانبعاثات الضرة بتعمل حواليها شكل الصوبة شكل الصوبة بالضبط اللي احنا بنشوفها في الاراضي الزراعية طيب الصوبة دي بتعمل ايه؟ الصوبة دي عبارة عن غازات عشان كده بيسموها green house gases اه تقولي لما الشمس تبعت الحرارة بتاعتها للارض فطبعا الارض دي بتعكس حرارة وقشعة فالمفروض ان هي تطلع تاني في الغلاف الجوي لكن لما تيجي تطلع حبيبي اللي بيحصل يقابلها الصوبة دي فتقول ما تطلعش من الصوبة فبالتاني اللي بيحصل تزيد درجة حرارة الارض وده اسم تأثير الصوبة تعالوا نشوف حبابي يلا موضوعنا بيقولي what's climate change يا طرأ هو تغير المناخ او التغير المناخي فبقولي climate change green house gases are important to keep our planet at the suitable temperature for life طبعا حبابي بيقولي ان غازات الصوبة دي مهمة جدا عشان تحفظ درجة حرارة الارض بشكل معين او بشكل مناسب للحياة for life يعني للحياة 100 years ago the earth was getting a little warmer او بيقولي ان من 100 سنة ان درجة حرارة الارض كانت بتعلى او كانت الارض بتدفى and the atmosphere was changing a little وكمان الغلاف الجوي كان بيتغير بشكل ضئيب وبعدين قال لي but over the past 20 years changes are happening faster and faster او بقولي في العشرين سنة اللي فاتت بقى حبيبي بدأت التغيرات دي تبقى اسرع واسرع scientists think that people are causing climate change a change to the normal weather of the earth over a long period of time او بقولي حبابي ان العلماء بيعتقدوا ان الناس هي اللي بتسبب حبابي التغير المناخي وده معناه حبابي ان هو تغير التقس الطبيعي للكرة الارضية او للارض على فترة طويلة من الزمن او على مدة فترة طويلة من الزمن بقولي we produce too many greenhouse gases through factories transportation building things and livestock farming او بقولي ان احنا بنطلع العديد من غازات الاحتباس الحراري دي من المصانع وكمان من وسائل النقل من البناء وكمان من تربية المواشي the greenhouse gases now keep more of the sun's heat inside the earth and stop this heat from going back to the space بقولي ان غازات الاحتباس الحراري دي بتمنع بقى الحرارة لوسط الارض انها تتعاكس تاني وتطلع فيه الغلاف الجوي او في الفضاء فبالتاني بتزيد درجة حرارة الارض so the earth's temperature goes up عشان كده درجة الحرارة بتعلى بعدها بقولي the greenhouse gases are gases like carbon dioxide water vapor and methane so what are the results of climate change بقولي ان غازات الاحتباس الحراري دي شكل السنة اكسيد الكربون وبخار الماء وكمان غاز الميسان طيب تعالوا نشوف بقى النتائج بتاع تغير المناخ قالي animals may lose their food because plants die طبعا الحيوانات ربما تفقد الطعام بتاعها لان النباتات بتموت sea level rises so people can lose their homes بقولي ان مستوىات سطح البحر بترتفع فعشان كده حبيبي الناس ممكن تفقد بيوتها number three بقولي بقولي طبعا ان المناخ اصبح حار جدا اكتر من اللازم فبالتالي مبقاش عندنا مطرة كفاية وده بالتالي بيخلي المحاصيل ما تكبرش طبعا في صفحة 192 حبيبي مديني صور كده بتوضح لي ايه هو الاحتباس الحراري اسبابه وكمان results of climate change طبعا هنا مديني causes of climate change طبعا اسباب تغير المناخ شايفين انتو ده اسمه smoke smoke حبيبي يعني الدخين الدخين اللي طالع منين دي حتقول لي من فاكتوريس فاكتوريس حبيبي اللي المصانع وده برضو smoke يعني smoke حبيبي دخين طب طالع منين من means of transportation يعني وسائل المواصلات تاني means of transportation يعني وسائل المواصلات طيب وكمان اللي ادي السموك اللي طالع منين حتقول لي من vulcanos vulcanos حبيبي اللي هي البركين يبقى تاني الدخين اللي طالع من الحاجات دي كلها بيسبب تغير المناخ طيب لما يحصل تغير في المناخ ايه النتيجة هتقول لي اه مديني فايرز فايرز حبيبي بتلاقي حرائق في الغابات اللي موجودة في انحاء كتيرة من العالم بتلاقي فلادز يعني ايه فلادز يا مستر الفلادز دي يعني فايدانات نتيجة لان منسوب المية بيرتفع في البحار وكمان بلاقي ودراوت ودراوت حبيبي بمعنى جفاف يعني في بعض المناطق بيحصل فيها جفاف شكل ما انو شايفين كده تعالوا نشو بقى المحادسة اللي بين ليلى ومام مام بتقول لها ليلى what's the matter طبعا what's the matter حبيبي باسألها لما اكون عايز اعرف حاجة من حد انا شايفه مش كويس او مش طبيعي يعني انا شايف اي حد زميلي او اي حد قريبي مش في حالة طبيعية فبقول له what's the matter what's the matter يعني ما الامر طب ممكن اقول له كمان اللي ممكن اقول له what's the problem what's the problem يعني ما المشكلة تاني what's the problem حبيبي معناها ما المشكلة او ممكن اقول what's the matter or what's the problem فاليلة هيتلاها hi mom i'm feeling worried او او انا بشعور بالقلق او i can do my homework مش ادري اعملي الواجب قلناك كانت حبيبي معناها لا يستطيع ودي دايما بيجوارها مصدر الفعل i can do my homework مش ادري اعملي الواجب فبتقول لها what's the problem هي قالت لها تاني what's the problem يعني ايه المشكلة قالت لها i have to explain explain حبيبي قلنا يعني اشرح او يفسر i have to explain the greenhouse effect and it's quite difficult المفروض ان انا هشرح تأثير الاحتباس الحراري وده بالنسبة لي صعب للغاية فماما قلت لها okay let me help let me help يعني دعيني اساعدك خلي بالكو حبيبي ان الكلمة let لما يجو وراها مفعول على طول بلاقي هنا مصدر بدونتو ماينفعش اجيب وراها two ابدا والمصدر فبتلا okay let me help you know what a green house is او تعرفي يعني ايه معنى الصوبة الزجاجية don't you مش كده it's made of glass ده مصنوعا من الزجاج so it keeps all the plants inside at war طبعا بيعملوها مخصوصة عشان يحتفزوا بدرجة الحرارة في الصوبة فنخلي النباتات اللي محتاجها درجة حرارة تقدر تنمو بشكل جيد فاتلا this means that in cold countries we can grow vegetables like tomatoes and tropical plants فده معنى ان في البلاد البردة ممكن نحن ممكن نزرع خضروات شكل الطماطم وطبعا دي بتحتاج درجة حرارة عالية the temperature inside doesn't change and the plants grow طبعا درجة الحرارة داخل الصوبة ما بتتغيرش فبالتالي النباتات بتكبر فالعيلة هلت لها yes but why is that the same as climate change طب اعلاق الدباء امامها بتغير المناخ هلت لها well we have a natural green house effect on earth هلت لها اه احنا عندنا تأثير كده للاحتباس الحراري الطبيعي على الارض يعني احتباس حراري في صوبة بس دي صوبة طبيعية موجودة حول الارض بتسمح لبعض الاشعة والحرارة انها تخرج الى الفضاء there are gases in the atmosphere that keep the earth warm so we can live on it فبتقول لها ان في بعض الغازات موجودة في الغلاف الجوي بتبقي على الارض دافئة وبالتالي بنقدر نعيش these are greenhouse gases دي بنسميها غازات الاحتباس الحراري but now we have more and more of the greenhouse gases and the earth is warming up too much طبعا لما غازات الاحتباس الحراري دي بدأت تزيد كتير وكتير وكتير بسبب الادخنة اللي احنا شفناها من المصانع ومن وسائل المواصلات وكمان من البراكين بدأت درجة الحرارة تعالى اكتر واكتر فليلة بتقول لها but why is it like a greenhouse قالت لها ماشي بس ليه برضو شكل الصوبة قالت لها the greenhouse gases work like a blanket around the earth بتقول لها ان غازات الاحتباس الحراري دي حبيبي بتبقى كنها بطنية كده طبعا لما احنا بنتغطى بالبطنية ايه اللي بيحصل اوه الحرارة ما بتطلعش فبالتالي جسمنا بيدفع فبتقول لها نفس الكلام لما بيبقى في غازات احتباس الحراري عاملة شكل البطنية بتحافظ على الحرارة على الارض green house gases allow the sun's light to shine onto the earth surface but they stop the heat of the sun from going out of the earth to space and they make the planet too hot قالت لها ان الغازات دي بتسيب الحرارة توصل للارض لكنها بتمنع لما الارض تعكس الحرارة ان الحرارة دي تطلع تاني فبالتالي درجة الحرارة بتزيد جدا فقالت لها اه دلوقت انا عرفت تأثير غازات الاحتباس الحراري دلوقت يا ماما تعالي حبيبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايز اللي هو مدهالي على الدرس التاني عندنا green house قلنا يعني صوبة عندنا كلمة why يعني لماذا help يعني مساعد matter يعني امر what يعني ما او ماذا ما بتقول what's the a yara اكيد بتقولها ما الامر فهتقولها what's the matter يعني ما الامر اكيد هتقولها ما المشكلة هتقولها what is the problem قالت طبعا يعني تأثير الاحتباس الحراري ودي عشان كده بقول حبيبي لازم احفظ الموضوع كويس جدا the green house effect اكيد هتقولها دعيني اساعدك يبقى let me help you قالت لها well thanks mom تعال حبيبي يلا نشوف السؤال التاني وسؤال التوصيل بقول the green house gases are طبعا قلنا غازات الاحتباس الحراري دي هي water vapor مخار الماء carbon dioxide and methane طيب تعال نشوف number two بقولي we were طبعا شكل ما قلنا حبيبي ان الماضي المستمر become and was aware plus ver plus ing فبالتالي حقول we were playing games at ten يعني كنا بنلعب العاب الساعة عشرة number three the green house نصوبة حبيبي مصنوعة من الزجاج يبقى the green house is made of glass يعني مصنوعة من الزجاج number four we produce too many gases يعني احنا بننتج غازات كتير جدا قلنا اكيد من المصانع وسائل المواصلات يبقى هقول through factories and transportation طب تعال نشوف number five what are the results ده سؤال اكيد هتقول لي of the climate change of the climate change يعني ما هو تأثير تغير التغير المناخي فبالتالي هقول تاني what are the results of the climate change تعال حبيبي يلا نشوف سؤالي الترتيب they music where to listening ده سؤال في الماضي المستمر ابدأ بwhere الفعل بتاع they الفعل اللي فيه ing listening to music يعني هم كانوا بيستمعوا للموسيقى number two stay the gases in greenhouse the air طبعا انا عايز اقول ان غازات الاحتباس الحراري بتبقى في الهواء يبقى اذا نحقول الحبابي the green house gases stay in the air يعني بيطبقى في الهواء طب number three people climate Egypt do have change in انا عايز اقول هل احنا عندنا تغير مناخ في مصر يبقى حاول do we have هل احنا عندنا climate change يعني تغير مناخي in Egypt تاني do we have هل احنا عندنا climate change in Egypt تعالوا نشوف حبابي يلا صفحة 195 وده سؤال الاختياري ولي choose the correct answer from a b c or d the a of the earth gets higher because of the greenhouse gases او مين اللي بتعلى بسبب غازات الاحتباس الحراري هتقول لي temperature طبعا دي درجة الحرارة طيب number two policy level a so people can lose their homes طبعا قلنا يا حبابي ان مستويات سطح البحر مالها او برفع عليكم بتعلى فبالتالي حقول rises number three بقول لي the children wear football in the park طبعا قلنا حبابي وزور بي قولها verb less ing playing طب تعال نشوف اللي بعدها بقول لي the girl watching a movie at six pm last night هتقول لي اوه ال verb double less ing بس ده last night في الماضي بر ما تنفعش وإز ما تنفعش طب the girl المفرد هتقول لي هتاخد واضي يا مستر فبالتالي حقول the girl was watching تعالا نشوف يلا السؤال اللي بعده بيقول لي صحح i was play tennis when i heard my leg حتقول لي ها مستر was where be gonna have a verb less ing فحقول i was playing تعالا نشوف number two بقول لي my friend were driving a car at three pm yesterday حتقول لي ها friend ما لو مفرد طب المفرد بياخد was يبقى was driving number three where you make a cake حتقول لي لها مستر where the يبقى الفعل مع بلاس ing يبقى making where you making a cake number four بقول لي my dad was have dinner at eight o'clock يسر ده حتقول لي I was where be whatever بلاس ing بس تلاحظ لازم اشيل ال e قبل ما حط ال ing و my dad was having dinner at eight o'clock يسر ده تعالوا بقى حبيبي نشوف سؤال الparagraph معنا واللي بيقول لي اكتب فيه عن the green house green house حبيبي اللي هي الصوبة طبعا هبدأ بجملة جميلة خالص واقول ان احنا ممكن نشوف ال green house دي فين حبيبي في الاراضي الزراعية او في الحقول يعني هقول we can see green houses يعني الصوبات الزراعية on farms on farms حبيبي في المزارة طيب تعال بقى نوصفها هنقول the green house الصوبة الزجاجية is made of glass وانا made of glass حبيبي يعني مصنوعة من الزجاج طيب وظيفتها ايه قلنا بتخلي النباتات او بتحفظ النباتات دافئة داخل هذه الصوبة يعني هقول it keeps يعني بتحفظ all the plants يعني كل النباتات warm يعني بتحفظ كل النباتات دافئة طبعا حبيبي لما اقول temperature درجة الحرارة فانا بقول ان درجة الحرارة جوهها ما بتتغيرش يبقى المفروض اقول the temperature inside inside it يعني الحرارة بداخلها doesn't change ما بتتغيرش وقلنا لما ما بتتغيرش so لذلك it helps يعني بتساعد plants النباتات grow يعني تنمو طبعا بقول لي grow vegetables بحقول in old countries يعني في الدول ايه حبيبي البردة we can grow vegetables يعني ممكن نزرع اخوض رواط like tomatoes شكله يا حبيبي شكل الطماطم طبعا لو عايز اكتب عن الاتمسفير هقول there are greenhouse gases in the atmosphere يعني فين يا حبيبي في الغلاف الجوي that يعني التي keep the earth يعني بتحافز على الارض warm warm حبيبي بمعنى دافي وبناها كتبت كده عن greenhouse السوبة الزجاجية سواء السوبة الزجاجية الموجودة في الاراضي الزراعية او الغازات اللي بتعمل سوبة حول الارض عشان اكتب بالمنظر ده حبيبي لازم اكون قري الموضوع كويس جدا اللي هو مدهولي لدرجة الحفظ بيسهل عليها كتير جدا وانا جاي اكتب البراجراف thank you very much for watching السلام عليكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة